صباح الخير يا أطفال كيف أصبحتم اليوم؟ إذن حرف اليوم هو حرف الهاء وصوته إه وصوته إه دعونا نقرأ الجملة التالية لعب هشام وهادي بمياه النهر هيا بنا سوية نتعرف إلى أشكال حرف الهاء إما أن يأتي حرف الهاء متصل في أول الكلمة وهذا هو شكله هشام وإما أن يأتي في وسط الكلمة متصل من هذه الجهة ومن هذه الجهة مد الحرف يده فنقول هاء متصل في وسط الكلمة ويكون بهذا الشكل وإما أن يأتي الهاء منفصل لوحده في آخر الكلمة في هذا الشكل أو متصل في آخر الكلمة بهذا الشكل هاء متصل آخر الكلمة وها منفصل في آخر الكلمة هيا بنا أصدقاء الصغار نقرأ سوية حرف الهاء مع الحركات وحرف الهاء مع المدود نقول هاء وفوقه فتحة هاء هاء وفوقه ضمه هاء وتحته كسرة هي أما مع المدد الطويل نقول هاء وفوقه هاهو هي هيا بنا نتعلم كيفية كتابة حرف الهاء هيا فلنبدأ نكتب حرف اله بهذه الطريقة نصف دائرة ثم دائرة صغيرة وخط أفقي مرة أخرى نصف دائرة ودائرة صغيرة وخط أفقي مرة أخرى هيحاولوا يا أصدقائي هكذا أحسنتم هيا فلنقرأ يا عزيزي الطالب ها وفوقه فتحة ها هل هذا متصل أم منفصل؟ نعم أصبتم متصل في وسط الكلمة ها وفوقه فتحة ها ها متصل في أول الكلمة وهذه أيضا ها متصل في آخر الكلمة وهذه ها منفصل في آخر الكلمة أما هذه نعم ها مد طويل ها وفوقه ضم ها متصل في وسط الكلمة ها وفوقه ضم ها متصل في أول الكلمة ها وفوقه ضم متصل في آخر الكلمة ها ونقول هو ها وفوقه ضم هو ها منفصل في آخر الكلمة هل هذه ها؟ نعم أصبتم هذه تامن تصل في آخر الكلمة تاء نقول عنها التاء المربوطة هاء متصلة في آخر الكلمة هاء وتحتها كسرة هي هاء وتحتها كسرة هي متصل في وسط الكلمة هاء وتحتها كسرة هي هاء متصل أول الكلمة هي هاء وتحتها كسرة هي هاء منفصل آخر الكلمة هي مد طويل إه إه ها وفوقها سكون إه هذه ها منفصلة آخر الكلمة هو هي هي هو مد طويل وها مد طويل